في بحثك عن الحقيقة كل محطة بحكاية الدروب سجلات للكثير من همسك وصخبك فتبحث عن النور في زمن الظلمة فتتلو آيات من سورة الجمعة فتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة تسجد فيكون ميلاد الخلاص وزمن التمكين بضع سنوات وتنعى بضع سنوات ثم تنسى وما كان لله يبقى لذا تسمع قصص الغابرين فتشحن رصيدك ويعلو إيمانك وتقول هكذا كانوا وبقي الأثر من كلام سهل بن عبد الله التستري أنه قال الجاهل ميت والناس نائم والعاصي سكران والمسر هالك وقال لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله ولا زاد إلا بالتقوى ولا عمل إلا الصبر علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا رب العامين أوصى بالجارية وأوصى بالفتاة في خدرها وأوصى بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج إن أردت أن تقوم وكسرته لذلك رفقا بالقوارير رفقا بهن يا كرام قد تكون هذه الإنسانة هذه الفتاة رب العامين أكرمك وجعلها زوجة لك أكرمك أنت بأن هذه قبلت فيك تريد أن تحيا معها في هذه الحياة الدنيا طيب إذن كيف تكون هذه العلاقة السليمة ووادعة وهانية هل بصيغة التكبر هل بصيغة الإلزام والإكراه والإجبار ولا مرة ليس من ديننا يا أكرام هذا الأمر الشريعة لا تلزم المرأة بالعمل عند زوجها كالجارية لا تلزمها الشريعة لا تلزمها بهذا الأمر وإنما تلزمك أنت بأن تصرف عليها وأن توفر لها جارية تخدمها هذه الشريعة يا كرام شريعة الدين الله سبحانه وتعالى لذلك كثير ما نجد من الناس من يتفنن في كفية إذلال زوجته أو كفية إدخال المقت والغضب على قلبها إذا كان من أفضل القربات الله سرور تدخله على قلب مرأة مسلم كيف إذا كانت هذه زوجتك الصالحة التي سوف تعينك على قضاء الله وقدره سوف تعينك على الأحداث في هذه الحياة الدنيا ثم بعد ذلك إذا كبرت وإذا أنجبت وأصبحت أمه هذه الفتاة سبحان الله رب العمين يقول في كتابه وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَمَّا يَبْلُغَنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ حَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا وفصاله في عامين أن يشكر لي و لوالديك إلي المصير يخبرنا الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إذن الآيات العظيمة من القرآن الكريم توصن الإنسان دائما 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 بأنه بمعنى الكلمة يخفض لوالدي جناح الذل وجناح الإحسان كم رأينا وشاهدنا من قضايا البر و قضايا العقوق إنسان يبر بر بآبائكم تبركم أبناؤكم و العقوق و العقوق الوالدين كالدين سوف يكون القصاص منك و من أولادك قضية واضحة يا كرام واضح ووح الشمس إذن اخفض لهم جناح الذل من الرحمة تذلل لوالديك الله يا كرام يبقى الإنسان رجل حتى إذا ماتت أمه شاخة فجأة وصلت فيه شيخوخة إلى أعلى مرتبة يبقى الإنسان سعيد في هذه الحياة لديه حضن يأوي ولديه أم تدعو له بالخير والرحمة ابن عباس عندما مات والديه بكى كثير من الصحابة عندما مات أباؤهم و أمهاتهم بكوا عندما سئلوا لما تبكون قولوا لا نبكي يعني جزع من قضاء الله و قدري و إنما باب من أبواب الجنة قد أغلق يا الله إلى هذه الدرجة و أكثر من ذلك و قال الجنة تحت أقدام الأمهات و القضية يا كرام بأن الإنسان سبحان الله إذا أنا أخذت منك قلم عشان أكتب فيه برجع لك إياه و بحكي لك شكراً حيك تعلمنا و هيك تربينا كل ياتنا فما بالك إذا إنسان أعطاك وقف معك و أعطاك مال طيب إذا إنسان وقف معك و أعطاك كيلة من الكيلة تبعته تبرع إليك فيها بلد إيش بدك أنت تبره و تحترمه و تقدره فما بالك إذا كان أكثر من ذلك و أعظم من ذلك و سبب وجودك بعد الله سبحانه و تعالى على هذه الحياة يا الله إلى هذه الدرجة و أعظم من ذلك ذلك يا كرام الإنسان كلما تقرب من ولده أكثر و كلما رزقه الله سبحانه و تعالى من خيرات الدنيا و الآخرة أكثر فأكثر و بالمقابل إذا عقوى لديه يقول في ذلك الشاعر أغرى مرء يوماً و لا من جاهلاً بنقوده حتى ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر فمضى و أغمد خنجراً في صدرها و القلب أخرجه و عاد على الأثر لكنه من فرط سرحته هوى لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المضرج إذ عثر نداه قلب الأم ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد همر فالسل خنجره ليطعن نفسه طعناً ليبقى عبرةً لمن اعتبر نداه قلب الأم كف يداً و لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر هذا هو حال قلب الأم ذلك أتى رجل إلى عبد الله بن عمر وهو يحمي الأم على كتفه قادم بها من اليمن إلى مكة عند الملتزم يطوف بها حول الحرم و يقول يا أمير يا صحابي يا عبد الله بن عمر يا إمام يا شيخ هل ترى أني قد أديتها حقها؟ فقال رضي الله عنه و أرضاه و لا بطلقة من طلقة و لا بزفرة من الزفرات هذه الحقيقة هذا هو الإنسان الرحيم الذي يرحم والديه و بالمقابل ليس ذلك الإنسان العاقل والديه لأك يا أيها الأحبة الإنسان دائما أبدا ينظر فيما يسعده في هذه الحياة و يسعد والدين إذا كان الرجل قائم على أبوين شيخين كبيرين بدي يصرف عليهم له بهم الأجر عند الله سبحانه و تعالى فكيف إذا كان قائم على شؤونهم و على رعايتهم و على الاهتمام فيهم و على البحث إذا كانوا إذا ماتوا يا رجل إذا ماتوا فمن أبر البر إيش؟ فمن أبر البر أن تصل أهل ودي أبيك إيش يعني؟ يعني في ديننا إحنا بأنه بدك تبر والديك بعد ما ماتهم كمان ماتوا و عاشوا و قمت واجبهم على الأكمل وجه و ماتوا بدك تبرهم بزيادة شوف وين كانوا يروحوا مين أصحابهم أصدقائهم وأكرم أصدقائهم كمان يعني صفة الخير ممتد مش بس لإلك ولي أصحاب والديك كمان ولي أصحاب أصحابهم كمان حتى في سورة الكهف يا رجل لأن أثر صلاح الأباء يؤثر في صلاح الأبناء حتى في سورة الكهف في قصة الجدار قال وكان أبوهما صالحة قصة الكهف لما ذهب موسى والخضر عند الجدار وأهل القرية طردوهم ورد جدار يريد أن ينقض فأقام الجدار صار يرم في الجدار ليش؟ أتوا إليهم الناس إليهم أصحاب هذا البناء أصحاب هذه الأرض ليساعدوهم بشكل تعملوا في أرضنا لينتبهوا على هذا البناء فتبين بأن فيه كنز لهما طيب ليش رب العمين أعطاه مياه؟ قال وكان أبوهما صالحا يا الله إذن صلاح الأباء يؤثر في صلاح الأبناء طيب بعد ذلك إذا ماتوا بدأك تبر والديك ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إيش من الثلاث؟ صدقة جارية أو علم يتفع به أو ولد صالح يدعو له إذن شفت كيف ولد الصالح الذي يدعو لوالديه شفت كيف أنت قد تورث ابنك علم نافع وهذا علم تتورثه الأجيال جين بعد جين وقد تورث ابنك وتورث عيالك أولاد صالحين عشان هيك المش مقصود بالولد هو الذكر ولكن كل مولود ولد قد تورثهم وناس صالحين تورث من بعدك وأحفادك أتونا الصالحين تستفيد أنت منهم وتصير حصالة الحسنات عندك تجمع الحسنات باستمرار هذا هو المطلوم إذن رب العالمين عندما أمر ببر الوالدين أعظم من شأن المرأة أيضاً وقال الرجل السنبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمه قال ثم من؟ قال أمه قال ثم من؟ قال أمه قال ثم من؟ قال أبوك لهذه الدرجة وأعظم من ذلك إذن أنت الآن أمام خيار إما أن تكرم وتعلم الشأن هذه المرأة التي ولدت نصف المجتمع وسوف تلج نصف الآخر أو تعيش أنت في بوابة بوابة من وتدخل إلى عالم من الظلمات عالم لا يسامحك فيه أحد عالم تظلم أي إنسان أمامك في هذه الحياة أو تمقتها أو بتنكد عليها عيشتها وأنت بالنهاية أنت الذي سوف تخسر لأن المعادلة واضحة عند الرب العالمين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والله هو الغالب ترجمة نانسي قنقر